موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطالما عاش الإسلام السياسي حبيس معتنقيه الذين واجهوا قتلا ونفيا واعتقالا تضيق مارسته أنظمة على هذا الجناح السياسي على مدى عقود ولما هبت نسائم الربيع العربي من تونس مطالبة بالحرية والعدالة خرج الإسلاميون مستفيدين من شعاراتهم التي نادوا بها لترتمي الثورات في أحضانهم فوصلوا إلى سدة الحكم في تونس ومصر فرصة جاءت على طبق من ذهب إلا أنها سرعان منهارت في مصر في الوقت الذي تقف فيه على الحافة في تونس تجارب قصيرة في الحكم ألقت بتداعياتها على أنصار تيارات الإسلام السياسي ووضعت علامات استفهام حول مستقبل هذه التيارات مستقبل الإسلام السياسي في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها وانعكاس التطورات الأخيرة في مصر على واقع الثورة السورية وعلى وزن ودور الإسلاميين فيها مستقبلاً موضوعنا في حلقة الليلة من برنامج الإسلام والسياسة والتي تأتيكم على الهواء مباشرةً ضيفايا هما عبدالقادر صالح الباحث في الدراسات الإسلامية وعبر الأقمار الاصطناعية ملهم دروبي الأمين العام للمجلس الوطني السوري أهلاً وسهلاً بكم ضيفايا نبدأ معك أستاذ عبدالقادر بداية هل ترى بعد الأحداث الأخيرة في مصر هل بات الإسلام السياسي في مأزق حقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسوله وبعد أقول نعم الإسلام السياسي في مأزق ليس وحده فقط بل نتيجة التداعيات الحالية الموجودة الاتحاد الأوروبي يعيش مأزقاً في الموضوع إسرائيل تعاني من مأزق أمريكا تعاني من مأزق أنصار حكم مرسي يعانون من مأزق الكل في مأزق لأن الوضع جد خطير ويحتاج إلى تدارك ويحتاج إلى حل أتى المأزق من طبيعة ظروف الصعبة التي يواجهها الجميع فالكل يريد أن يخرج من هذه الأزمة ولكن يبدو أن السبل حتى الآن تبدو مغلقة على أقل تقدير ما نشاهده الآن لو قصرنا الكلام عن الإسلام السياسي كيف تتجلب طبيعة هذا المأزق للإسلام السياسي بشكل عام سيد الكريم الإسلام السياسي مأزقه أنه وجد نفسه أمام سلطة وجه لوجه على نحو ربما كان يحمل بعض المفاجأة في بعض الشيء فلما تسلم السلطة وحاول أن يسير فيها شوطا ما واجه صعوبات تقف في وجهه هذه الصعوبات منها ما هو محلي يتعلق بقضايا الناس ومعالجات مشاكلهم الاقتصادية الاجتماعية التنمية البطالة إلى آخره فوجد مجتمعا منهكا بفعل الأنظمة السابقة التي كانت تحكمها فهناك فساد شامل هناك خراب شامل أتى ليقدم حلا لم يستطع المأزق من وجه آخر أنه وجد نفسه أمام حالة من حالات تسلم السلطة وحالة من حالات العمل العلني الآن لا يعرف لو أنه ترك السلطة ما مصيره هو أمام أمام مشكلة بهذا الموضوع يتخلى عن السلطة بشكل سهل لا يتخلى ما العاقبة يعيش مأزق من هذا النوع نعم لكن الإسلام السياسي خلال فترة طويلة التي كان يعمل فيها في السر يعني يبدو بأنه لم يكن يعمل على تهيئة برامج سياسية تمكنه من تحقيق برنامجا عملي إذا استلم السلطة فبدأ كأنه نعم أنا أشاركك الرأي في هذا يعني الإسلام السياسي في غالبيته لم يقدم برامج محددة عن الحكم وصل بمعنى أنه ليأتى إذا الحكم لم يكن يمتلك برامج اقتصادية مدروسة مسبقا وسلفا من أجل معالجة هذه الوقائع لم يقدم طريقة حتى للتعامل مع الآخرين أمام هذا الواقع فواجه عدد كبير من المشكلات كيف يحل المسألة الاقتصادية كيف يحل المسألة التعليم كيف يحل مسألة العلاقة مع الآخر بشكل كامل هل هو سيسير في اللعبة الديمقراطية إلى الآخر هل يتعامل مع آليات الديمقراطية يرفض قسما يرفض قسما منها يقبل قسما منها لا يقبل قسم الآخر أمام هذه المشكلة وبالتالي الإسلام السياسي يواجه هذا النوع من المشاكل وعليه أن يدرس دراسة معمقة لهذه القضايا وإلا سيواجه مسيد المشكلات هذا أمر طبيعي نعم هل تعتبرهم بأنهم قصروا في جانب إيجاد برامج عملية تساعد على تحقيق مشروعهم يعني أنا تصوراتي لدراسات بعض الأدبيات لأولئك المشتغلين من البجال السياسي الإسلامي يعني هم يعيشون بمسألة يعني إما أن ينصرفوا إلى الجماهير بكليتهم إما أن ينصرفوا إلى التنظيرات على المستوى الاقتصادي والمستوى التعليم والمستوى الثقافي والاجتماعي لأقري فهم أمام هذا الواقع ثانيا أقول إن همهم أن يرتقوا بالناس بشكل عام أخلاقيا سلوكيا إسلاميا لكن لم يقدموا مثلا أنظمة سياسية أو أنظمة اقتصادية أو أنظمة اجتماعية شاملة يستطيعون أن يواجه الناس ويقولون هذه برامجنا لذلك لما أتوا إلى السلطة أتى الإسلام السياسي إلى السلطة لم يقدم الإسلام على أنه حل إنما حاول أن يجري أو أن يقدم حلولا من هنا ومن هنا يأخذ من بعض قيم الإسلام ربما يأخذ من بعض القيم الواقعية يأخذ من القيم الديمقراطية من الليبرالية فليس مقدما برنامجه على السلطة الإسلامية لم يكن هذا التقديم إسلاميا على نحوة واضح ولا كاملا يعني من هنا أقول أن هذه مسألة يعني ليسوا أصحاب تجربة سابقة لم يشاركوا في الحكم سابقا أنا رأي هذه مشكلة ولكن في كل أحوال إن أرادوا فعليهم أن يستفيدوا من تجاربهم دعنا نتوجه إلى ضيفنا ملهم أستاذ ملهم الإسلام السياسي متهم بأنه يعني استأثر بالسلطة وتجلى ذلك في تجربة مصر فكيف تعلق على هذه القضية أستاذ ملهم هل أنت معي تسمعوني نعم ربما حتى يجزل الاتصال نعود إليه مرة أخرى كنت أسألك مثلا أستاذ عبد القادر يعني ثمة من يقول إن سقوط الإسلاميين في مصر يعني يرجع إلى قضية مهمة تتصل بالمبالغة بالإبراجماتية بمعنى أنهم جعلوا السياسة هي الأصل وأن الدين تابع لها وهذا يتعارض مع الدين في الجوهر مع الإسلام في الجوهر يعني هذا يمكن أن يأتي هذا السؤال من إسلامي لا يقبل في الديمقراطية نعم ولكن أظن أن العلمانيين في يوم من الأيام كانوا يأخذون على الإسلاميين أنهم ليسوا برقماتيين بمعنى أنهم لا يقبلون باللعبة الديمقراطية لا يقبلون أن يتحاوروا مع الآخر لا يعترفون بوجوده اليوم يعترفون بوجود الآخر اعترفوا بوجود الآخر وقابلوا باللعبة الديمقراطية فهل هذا مأخذ من جهة علمانية؟ أظن يجب أن لا يأخذ هذا المأخذ إن كانت الجهة الآخذة جهة علمانية أما إن كانت جهة إسلامية فمعروف أن الإسلاميين ليسوا شيئا واحدا في هذا الموضوع نعم لكن من النحية العملية تبين ربما للجميع أو للكثير من المراقبين والمتابعين بأن الإسلاميين في تجاربهم الحالية أو على الأغلب تجلت هذه القضية في مصر بأنهم استأثروا بالسلطة يعني أقصوا حتى من حلفائهم الإسلاميين يعني أنا موضوع الاستقصاء بالسلطة هذا الموضوع كنت أتمنى يعني من الإسلاميين أن يفكروا في مسألة يعني أنت أتيت بصندوق الاقتراء ومصر بلد مثقل بهمومه الاقتصادية والاجتماعية أنت لا تستطيع أن تحلها لوحدك وفي كل الأحوال أن هذا الاستئثار أنت تقوله أنا شخصيا أعلم أن هناك مشاركات لكن قد تكون هذه المشاركة ضيقة ولكن السؤال هل الآخر هل الآخر قبل بهذه المشاركات وهم رفضوا لكن بكل الأحوال أنا الأصل عندي الأصل للأصل كنت أتمنى أن لا يتوجهوا للحكم كما قالوا أولا قالوا أولا إننا لن نترشح للحكم ولا لسلطة ولا لرئاس الدولة إلى أقرية لو بقوا في هذه المرحلة أنا رأيي كان هذا هو الأفضل وليتفرغوا إلى بناء مصر في بناء التحتية في البلديات في المرافق إن في بعض الوزرات لست مشكلة أن نمهد لفضاء يقبلنا أكثر ويتعاون أكثر ظني أن النجاح ساعة إذن سيكون حليفهم أكثر دعنا نسمع جواب الأستاذ ملهم دروبيل على الاتصال أصبح جاهزا أستاذ ملهم هناك اتهام بأن الإسلاميين سواء كانوا في مصر أو حتى في سوريا هم متهمون بأنهم يستأثرون بالسلطة ويقصون الآخر فكيف تعلق على هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم بداية أبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم برمضان المبارك وبالعشر الأخير من رمضان المبارك نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر السؤال سيد الكريم أو هذا الاتهام بأن الإسلاميين هم من يقصون الآخرين هذه حقيقة تهمة واضحة يعني هذه أكذوبة كبيرة واضحة لو نقارن ما يفعله الآن الإنقلابيون بمصر مع ما فعله السيد الرئيس مرسي نجد أن العلمانيين هم الإقصائيون أما السوريون لا يوجد أصلا لم نصل إلى مرحلة الحكم حاليا حتى نتهم بإقصاء الآخرين إذا أردنا أن نقيس ما نفعله نحن الإخوان المسلمون والإسلاميون في المجلس الوطني السوري وفي الاتلاف الوطني السوري فأظن أننا نمارس العملية الديمقراطية بأقصى درجاتها وأقصى شفافيتها هذه التهمة أكذوبة كبيرة على أستاذ أستاذ ملهم الإقصاء هو قضية تتعلق بالفكر وليس بالحكم هما ربما الإخوان في سوريا لم يصيروا للحكم ولكن يتمتعون بفكر الإقصاء حسب ما يقول معارضكم بأنهم مثلا في مرحلة المجلس الوطني وحتى في الاتلاف هم يسيطرون على يعني القرار السياسي في الاتلاف وهذا يتعارض مع مبدأ الشورى الذي يقره الإسلام والذي ثبت في الحكم الإسلامي تاريخيا فما ردك على هذه القضية؟ رد أن هذه مغالطة كبيرة ومن يعرف كيف أسس المجلس الوطني وكيف أسس الاتلاف الوطني السوري وموقف الجماعة من هذا المجلس وهذا الاتلاف وما قدمته الجماعة من تضحيات وتنازلات للآخرين يعلم علم اليقين أن الإخوان المسلمين وأن الإسلاميون غير إقصائيين على الإطلاق أستاذ ملهم يعني نريد أن نسأل إلى متى يمكن أن ندافع عن خطنا ومنهجنا بدون أن نرى مثلا بحسب أن أقل لك التساؤلات المطروحة الآن في الشارع لماذا لا نعترف بأن هناك ربما تكون هناك مشكلة في طريقة العمل السياسي عند الإسلاميين بمعنى هناك حركة حماس مثلا يعني مارست نوعا وأسوق لك يعني مارست قيودا واعتقالات وأحيانا قتلا بحق الجماعات السلفية في غزة فهذا هو حكم الإسلاميين يقول معارضوكم أنا هنا لست في موقع دافع عن حماس وغير حماس حماس جاءت إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع ثم انقلب عليها الفتحاويون قامت مجموعات سلفية متشددة بأعمال عسكرية مخالفة للقوانين فردت عليها الحكومة في غزة بأقل شيء ممكن مما يمكن أن تفعله أي حكومة علمانية أخرى أما حكومة مصر والسيد الرئيس مرسي فهذه أكبر دليل وأكبر شاهد على أن الإسلاميون هم ديمقراطيون أكثر بكثير من العلمانيين الذين قاموا بإنقلاب عسكري مفضوح وفاضح ومارسوا من الإرهاب ومارسوا من التطرف ما لا يوصف وما يعني يعتبر حقيقة وصمة عار في جبين من يدعي الديمقراطية نعم هناك من قال بأن الإسلاميين يعني انشغلوا خلال المراحل الماضية بيعني نواحي تحشيد الجماهير ودغضغة العواطف على حساب البرامج العملية التي يعني قد وإيجاد الحلول للمشاكل في الواقع يعني أريد أن أتواجه بهذا السؤال إلى ضيفي في الاستيديو الأستاذ عبد القادر كيف تفهم يعني افتقاد يعني أن السبب الرئيسي في مأزق الإسلاميين الحالي بأنهم انشغلوا عن الناحية الفكرية والناحية التنظيرية لمصلحة التحشيد الجماهيري وإثارة العواطف ودغضغتها أخي سؤال نعم أي اتجاه فكري أو سياسي عندما يقدم برنابجا فكرية أنه يقدم أفكار ما المستهدف المستهدف هو الجماهير فعندما ينجح الإسلاميون باستقطاب الجماهير هذا ليس عيبا هذه نقطة لهم ليست عليهم أما التحشيد التحشيد أنا لا أظن هذه الكلمة دقيقة الكلمة أن الشارع العام في البلاد العربية هو شارع إسلامي وهذا الشارع الإسلامي يتعاطف مع الإسلاميين بهذا القدر أو بذك أعلم باستقطاب الجماهير أو ينجحوا وفقا لصندوق الابتراع فهذا نقطة لهم ليست عليهم أما في المجال الآخر أنك تقول أو يقول سؤالك إن الإسلاميين قد انشغلوا بالجماهير بكسب الجماهير وابتعدوا عن الأفكار وعن النظريات والله الأدبيات الإسلامية والثقافة الإسلامية المعاصرة كنت قدمت كثير جدا جدا من نتجات فكرية يعني أنت تقول ابتعدوا عن النظرية يا سيدي هناك أحزاب كبرى في العالم حكمت دول كبرى ولم تمت لغير 17 صفحة يعني الماركسية اللينينية عندما حكمت روسيا السوفيتي في عام 1917 كان البيان الشوعي اللي كتبوا ماركس وأنجليز لا يتألف بم 17 صفحة فقط ومع ذلك حكموا هذه البلاد وطوروها ومارست الدولة السياسية حركتها وفقا لتجربة الصواب والخطأ حتى أصبحت دولة عظمى ولأسباب كثيرة كثيرة جدا لست الآن بصددها سقط ذلك العملاق نعم وأنت قلت بأن الشارع في الخمسينيات والستينيات كان ذا مد قومي صحيح لكن الشارع هذا المد القومي خسر شارعه بسبب عدم وجود أليات الحكم فهل وقع نفس الأمر تكرر مع الإسلاميين الذي جعل القومية عفوا أستاذ عبدالقادر أن الإسلاميين يعيبون على الألمانين بأن قوانينهم وضعية وبأنها قوانين مستقات من العقل البشري بينما الإسلاميون يقولون بأن دستيرهم هي إلهية ومستمدة من الكتاب والسنة ومع ذلك لم تفلح برامجهم أو لم تفلح دستيرهم وبرامجهم السياسية في تحقيق شيء أو حل مشاكل الواقع نعم نقول أن الأفكار القومية تفاعلت الناس معها لفترة بسيطة لفترة ما من الزمن ولكن لما واجهت هذه الأفكار امتحانا أمام العدل الإسرائيلي على سبيل المثال خسرت الاتجاهات القومية كل حروب مع إسرائيل وفشلت على صعيد التنمية وفشلت على صعيد التعليم ولم تستطع الأفكار القومية أن تكسب الجماهير أو تتفاعل معها على الإطلاق على الإطلاق علما أنها أمسكت بالحكم إمساكا شموليا مطلقا مطبقا حتى أنها لا تسمح لأحد أن يتنفس ومع ذلك خسر الاتجاه القومي جماهيره أنا رأي خسارة الاتجاه القومي لجماهيره لأسباب رئيسية تنضوي تحت أسباب فرعية سأذكر السببين الرئيسيين وأترك الأسباب الفرعية أظن أن برنامجنا لا يسمح بذلك أولا أن القومية لن تستطع أن تشكل عقيدة التي تفعلها الناس وهي ليست عقيدة هي غريزة في شكل من الأشكال ولكن الأنظمة القومية استعارت أنظمة وأفكار من هنا ومن هنا استعارت من الاشتراكية الينينية الماركسية واستعارت شيئا حتى من الرأسمالية في سبيل النظوم الاقتصادية ولكنها لم تستعر الحريات من النظام الغربي استعارت كل شيء إلى الحريات ومن هنا وجدت نفسها أمام الحائط وسقطت في كل امتحاناتها التي خطتها مع الخارج بل صبت جام غضبها على كل من يعارضها أو من يناقشها أو يحاورها هذا واقع نعم أستاذ ملهم هناك من كتب بأن يعني فشل تجربة الإسلاميين في مصر وبأن تونس ذاهب في نفس الطريق هناك من يقول بأنه التجلي الأخير للإسلاميين في الحكم فماذا تقول التجربة المصرية لم تفشل التجربة المصرية انقلب عليها العسكر وانقلب عليها العلمانيون ولو أنهم أعطوا السيد الرئيس مرسي الفرصة الكاملة لا أثبت أنه كان باستطاعته أن يقدم لمصر خلال أربع سنوات ما لم يقدمه أسلافه خلال أربعين عام ما يجري في تونس الآن هي إرهاصات تقول أنهم سيسيرون على المنهج المصري وأن العسكر والعلمانيون وحرك التمرد يريدون أن يقوموا بتونس كما قاموا في مصر نحن ننتظر الإخوة التونسيون مختلفون في طريق تفكيرهم عن الإخوة في مصر الإسلاميون أعني وأنا لا أتوقع أن يحدث في تونس كما حدث في مصر نحن نذكر التجارب الإسلامية لكننا لم نذكر التجربة التركية الإسلامية الناجحة الإسلاميون في تركيا أثبتوا أنهم قادرون على إدارة دولة عظمى مثل تركيا وأنهم استطاعوا أن يطوروا وينعشوا الاقتصاد التركي وأنهم استطاعوا أن يلغوا أو يعني يسددوا كل الديون على الدولة التركية للبنك الدولي التجربة التركية تجربة ناجحة بامتياز وهي تصب في خانة ومصلحة الإسلاميين عموما أستاذ ملهم أنت تقول بأن في مصر انقلبوا على الشرعية وانقلبوا على الصناديق لكن هل شرعية الصناديق هي أكبر من شرعية الشعب؟ الشعب المصري الذي انتخب الإسلاميين وأنا أسوق لك ما يقال طبعا ما يقال في وسائل الإعلام وما يقال في المناظرات العلمية ولدى الكتاب المثقفين ولدى الشارع الشعب المصري مثلا انتخب الإسلاميين لكونه يعتقد بأنهم سيطبقون شيئا من أحكام الإسلام بما يتعلق بالعدل والاقتصاد والحياة الاجتماعية في مصر لكن المصريين لم يروا شيئا من هذا فبالتالي انقلبوا على صناديقهم واختاروا شيئا آخر فلماذا تقولون بأنهم انقلبوا على الشرعية؟ هل الشرعية في الصناديق أم الشرعية في الشارع والميادين؟ يا سيدي الشرعية في الشارع والميادين كيف تقاس؟ ألا تقاس من خلال صناديق الاقتراع؟ أم تقاس من خلال جوجل ماب ومن خلال جوجل كاميراز؟ لا يستطيع أحدا يقول أن المتظاهرون في ميدان التحرير أكثر من المتظاهرين في رابعة العدوية الذي يحسم هذا الأمر هي صناديق الاقتراع ما يقوم به العلمانيون والعسكر في مصر الآن هي ديكتاتورية بكل ما لهذه الكلمة معنى وابعا سنضيق الاقتراع التي رفضها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تمثلت في طلب الانتخابات المبكرة هل هي سنضيق الاقتراع ذاتها؟ السيد الرئيس محمد مرسي فاز بانتخابات شرعية وديمقراطية ونزيهة وشفافة وله الحق في الاستمرار في مدة ولايته لمدة أربع سنوات يعني العسكر والانقلابيون والعلمانيون لم يعطوه هذه الفرصة كان ممكن لهم بعد ثلاث سنوات من انقلابهم أو أربع سنوات من انتهاء ولاية السيد مرسي أن يقوموا وسوف يقومون بانتخابات حرة ونزيهة لو فاز فيها العلمانيون ما عندنا مشكلة على الاطلاق أما أنك انت تطلع لي كذا ألف واحد بميدان تحرير وتقول الشعب المصري والشارع المصري يريد أن يغير الرئيس يعني نحن نعرف أنه 500 جنيه كانت تعطى لكل من يتظاهر في ميدان تحرير هذا مال سياسي يستخدم ضد الديمقراطية وضد الحريات أستاذ ملهم يعني الناس الذين خرجوا إلى الشارع الناس الذين خرجوا إلى الشارع هم كانوا يسألون يعني ما هو دور الإسلام في حكم الإخوان في مصر يعني ما هي الأحكام ما هو الإسلام الذي نادوا به وطبقوه في سياستهم خلال العام الذي استلموا فيه السلطة في مصر إلا أن يعني ينشروا مثلا يعني يغذوا الوظائف الحكومية الكبرى مثلا بمسؤولين من الإخوان وأن ينقلبوا على حليفهم السلفي المتمثل في حزب النور ما هو دور الإسلام في سياساتهم أيوة الآن هذا السؤال في الصميم حقيقة هذا السؤال في الصميم نحن نقول أن الناس يعني يخطئون ويصيبون وأنا لا أستطيع أن أقول أن السيد مرسي والإخوان المسلمين في مصر خلال العام المنصر كانوا ينفذون يعني السياسة بأطيافها كلها وأنهم كانوا مثاليون على أعلى درجات المثالية بالتأكيد قد يكونوا قد أخطوا ببعض الجوانب لكن النقطة هي أننا إما أن نقبل بالوسائل والآليات الديمقراطية أو لا نقبل بها الإسلاميون في مصر قبلوا بها وأصروا عليها ولا زالوا حتى هذه اللحظة يصرون عليها من خلال مظاهراتهم السلمية في ميدان رابعة العدوية وغيرها أما الإنقلابيون وأما العلمانيون هم الذين انقلبوا على العملية الديمقراطية الآن هل استطاع الإخوان المسلمون خلال عام أن ينفذوا الإسلام السياسي وبرامجهم الإسلامية وبرامجهم السياسية ومشروعهم مشروع النهضة الذي أعلنوا عنه خلال حملتهم الانتخابية يعني ما أعطيناهم فرصة الإنقلابيون لم يعطوا الإسلاميين فرصة كافية ماذا يستطيعون أن يفعلوا خلال عام واحد كانت مليئة بالمحاولات الإنقلابية وكانت مليئة بالمؤامرات ضد الإسلاميين هذا حقيقة فيه غبن للإسلاميين أنت لو أعطيتهم الفرصة الكاملة من حقك أن تحاسبهم لكنهم لم يعطوا فرصة كاملة أستاذ عبد القادر لو سألتك بأنه يقولون بأنه من إنجازات الإسلاميين في مصر بأنهم انفتحوا على إيران وإيران هي بنفسها التي يعني متهمة بأنها تساهم في قتل الشعب السوري وهم بذلك خلفوا صلبة أحكام الإسلام بأنه لا يجوز مناصرة من يقتل المسلمين فهنا يقولون بأنهم وقعوا في التناقض بين أهدافهم وبين ممارستهم فكيف تفسر هذا الأمر؟ أستاذ جهاد نحن السوريين المكتوون بنار النظام السوري والمكتوون أيضا بنار التدخل الإيراني وحزب الله لنقول بصراحة موضوع موقف مصر في عهد الرئيس مرسي من إيران أنا من جهتي أقول هذا موقف مرفوض وغير مقبول على الإطلاق غير مقبول أن تعبر سفن إيرانية من قناة سويس غير مقبول أن تحتى تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران لأن إيران أنا رأي أن انفتاح إن حصل هذا الانفتاح يعني أنا ما أدري حجم هذا الانفتاح لكن بكل أحوال على الأقل أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران في تلك الفترة وهذه الإعادة أرى أنها سياسة خاطئة تماما وظني أن أكثر الشعب السوري لم أقل كله على الأقل الذين يقفون مع الثورة السورية يقفون ضد هذه السياسة التي أدت إلى انفتاح مصر باتجاه إيران إيران عدو للشعب السوري ليكون هذا الكلام واضحا واستئناف علاقات دبلوماسية معها لا يخدم الثورة السورية أبدا هذا الموضوع يجب أن نضعه نصب أعينيا لا مجاملة فيه نعم إيران لها مطامع إقليمية في المنطقة ولها مطامع مذهبية في المنطقة وللأسف الشديد أن كل هذا التدخل الإيراني في المنطقة لم يلقى إنكارا من الدول الغربية المنادية بالديمقراطية والتي تقول أنها مناطرة للشعب السوري لم نرى استنكارا على بحجم المشكلة لم نرى استنكارا بحجم التدخل الإيراني في سوريا إيران سلوكها من قبيل قلع العيون ليس من قلع الشعر فيحتاج إلى إنكار بهذا المستوى نعم فبالتالي لا أرى في انفتاح مصر في عهد الرئيس محمد مرسي هذا الأمر إنجازا إنما أرى فيه خطأا واضحا نعم سيد الكريم الكتابات والاتهامات التي تكال لما يقال بأنه فشل الإسلاميين في إيجاد الحلول للواقع والمشاكل التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية فدفعت البعض إلى المطالبة بإبعاد الإسلام عن المشهد السياسي أسمع منك الإجابة على هذا من شرعية صناديق الإقتراع التي يتعلل بها الإسلاميون ومع الانتكاسات التي مني بها الإسلاميون أو المكائد التي تعرضوا لها إلا أنهم يؤكدون أن سعي الإسلام السياسي إلى قيام حكم نزيه غير فاسد يحترم التقاليد الاجتماعية لن يتوقف وذلك على الرغم من إفشال تجربتهم في الحكم وفي امتحان السلطة كونه لم يسعى يوما للسلطة بقدر ما سعى لتطبيق برنامج إسلامي نعم أستاذ ملهم يعني بعد هذا التقرير يعني هناك من يقول بأن تعثر الإسلاميين في مصر وفي غيرها من الدول العربية مرجعه إلى حالة من الانفصال بين النظرية والممارسة وتجلى ذلك كما سألنا قبل قليل ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد القادر يعني الانفتاح الإسلاميين في مصر على إيران في مخالفة واضحة لمبادئهم الإسلامية التي تحضهم على الولاء لإخوانهم السنة في سوريا يعني كيف تعلق على ذلك سيد الكريم أنا أتفق مع ضيفك بأن الموقف المصري من إيران كان خاطئا ونحن واجهنا إخواننا هناك ونصحناهم وعاتبناهم وقلنا لهم أننا لا نتفق مع موقفهم من إيران نحن في سوريا نعتبر إيران عدو شريك في القتل شريك في قتل الشعب السوري هذه كانت قضية محورية وفارق جوهري بين إخوان سوريا وإخوان مصر جاء في التقرير أن الشارع له السلطة العليا على الشرعية هذا تناقض واضح يعني كيف نحن أو أي جهة أخرى يمكن أن تقيس نبض الشارع كيف لنا أن نعرف ما هو الموقف من قضية معينة في الشارع صناديق الاقتراع هل هناك وسيلة أخرى غير صناديق الاقتراع هل أستطيع أن أدعي الآن أن المتظاهرين السلميين في رابع العدوية هم الشارع المصري لا أستطيع كما لا يستطيع الانقلابيون أن يقولوا أن المتظاهرين في 30 جون كانوا هم الشارع المصري الآلية الديمقراطية تعني صناديق الاقتراع ولا يوجد أي وسيلة أخرى غير صناديق الاقتراع هذا كان تناقضا واضحا في التقرير السابق الذي بثته أستاذ ملهم أنت تدندن حول صناديق الاقتراع طيب مدام الإسلاميون واثقون من صناديق الاقتراع ماذا رفض الرئيس المعزول محمد مرسي الانتخابات المبكرة وجنب بلاده هذه الأزمة السياسية الخانقة بمصر نقطتان النقطة الأولى أن الرجل لم يكن قد أمضى من ولايته إلا عام واحد يجب أن يستكمل دوره لكنه اعترف بأنه ارتكب بعض الأخطاء يجب أن يعطى فرصته لكنه اعترف بأنه ارتكب بعض الأخطاء وهذا مبرر كاف للانتخابات المبكرة كما يقول الشارع المصري لا 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 هو ارتكب أخطاء نعم والآن السيسي يرتكب أخطاء بل جرائم خليه يستقيل الآن السيسي ويستقيل الرئيس المصري المؤقت ونجري انتخابات ما صحيح يعني الرجل فاز بانتخابات حرة وديمقراطية على الشعب المصري أن يعطيه فرصته بعدين عندما نقول الشعب المصري الشعب المصري من قسم يعني مو كل الشعب المصري خرج ضد مرسي نصف الشعب المصري مع مرسي أستاذ ملهم أنا لا أمفي أن هناك أخطاء الرئيس المعزون محمد مرسي فاز بنسبة ضئيلة وبسبب الأخطاء التي ارتكبها نعم نسبة ضئيلة تعتبر نسبة ضئيلة ولكن بسبب الأخطاء التي ارتكبها فحدث تبدل في الخريطة السياسية في الشارع المصري كيف نعرف هذا الموضوع إذا ما قسناه من خلال صناديق الاقتراح؟ من خلال المظاهرات العارمة التي ظهرت في مصر ظهرت مظاهرات عارمة أخرى في الرابع العدوية أنا لا أستطيع يا أخي لا يستطيع إنسان عنده شيء من الموضوعية إلا أن يقول كان على الرجل له الحق في أن يستكمل ولايته هل أخطأ السيد الرئيس مرسي في بعض الجوانب؟ نعم أخطأ وهل العلمانيون لا يخطيون؟ كل هذه الجرائم التي يرتكبونها خلال شهر ونص ارتكبوا من الجرائم عشرات أضعاف الأخطاء التي كانت في عهد الرئيس مرسي الحقيقة ما يجري في مصر الآن هو وصم تعار على الديمقراطية ووصم تعار على كل من يدعي أنه يرعى الديمقراطية أستاذ ملهم دعني أتوجه إلى ضيفي في الاستيديو الأستاذ عبد القادر في ضوء هذه التطورات كيف ترأت الصراع والمواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين في المرحلة المقبلة في المنطقة؟ أخي شوف موضوع الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين يمكن أن يسير باتجاهات مختلفة بحسب طبيعة التصور العلماني للعيش مع الإسلاميين وبحسب تصور الإسلاميين للعيش مع العلمانيين في المناسبة ليس الإسلاميون شيئا واحدا في تصوراتهم في الموقف من العلمانيين وليس العلمانيون أيضا شيئا واحدا في التعامل مع الإسلاميين وإن كان أقول يبدو لي أن أكثر العلمانيين أكثر العلمانيين مواقفهم متشددة ومتطرفة اتجاه الإسلاميين وهم بحاجة إلى مراجعة هم بحاجة إلى مراجعة حقيقية في هذا الموضوع يا أخي الإسلاميين أو أكثر أكثر الجماعات الإسلامية على الأقل هناك أنا قلت أن الإسلاميين ليسوا شيئا واحدا في الموقف من اللعبة الديمقراطية لكن على الأقل الذين قبلوا باللعبة الديمقراطية أغبدوا وجهة نظرهم أنهم قبلوا بالصراع الفكري وبالحوار السياسي في حل قضايا المجتمعات وفي حل قضايا الدولة الآن المستقبل إذا وجدت فئات متطرفة من العلمانيين تقول للإسلاميين أنتم ظلاميون أنتم غير قادرين على مواكبة العصر أنتم غير قادرين على التوائم وعلى إيجاد حلول موائمة لطبيعة العصر ولتقدمه إلى آخره فالإسلاميون سيقول لهم أنتم ما زلتم بالسلطة منذ خمسين ستين سنة ماذا قدمتم للمجتمعات أنتم العلمانيون العرب أخذتم كل شيء من الغرب إلا الديمقراطية إلا الحرية فإذا ارتأى العلمانيون أن يراجلوا أنفسهم ويقبلوا بأن يتعايشوا مع الإسلاميين الذين ارتضوا أن يعيشوا معهم على أساس من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع وإلى ما تؤدي به هذه النتائج عند أدى يمكن أن يحصل هناك حالة من حالات التعايش بين الطرفين أما إذا كل يريد أن يقول أنا فقط فظني أن هناك مسألة صعبة مسألة صعبة بكل معنى الكلمة لأنه ظني أن هذه البلاد المخربة المهدمة المليئة بالفساد لا يستطيع أن يقوم أحد بمفرده ويقول أنا أحل المساء المألفة إلائها هذه مسألة صعبة أستاذ عبد القدر ولكن اسمح لي قليلا ولكن يجب على الطرفين إذا تعاقدوا عقدا ما عقدا سياسيا أو عقدا اجتماعيا أن يكون أوفياء له الطرف الآخر الذي لا يقبل بهذه اللعبة فهذا رأيه يعني هذا رأيه ونحن نقدر مثل هذه الأراء أيضا لأنها في النتيجة هي آراء متعلقة بالفهم ومتعلقة بفهم النصوص التي تستند إليها المرجعات الفكرية بالكامل أنا أعلم أن هناك مرجعيات علمانية لا تقبل العيش في الإسلام من ألفه إلى يائه هذا موجود لكن على الأقل أنا أقول إن الذين رتضوا أن يتعايشوا وفقا لصناديق الابتراع أن يكون أوفياء لهذا أستاذ عبدالقادر هناك من يقول بأن قوى غربية كبيرة عملت على نزع الطابع الإسلامي عن الثورة السورية وأن الإسلاميين في مصر قدموا هدية كبيرة لهذه القوى الغربية بأن ينجحوا في نزع هذا الطابع الإسلامي عن الثورة السورية أخي الغرب بالنسبة للثورة السورية لم يقدم لها شيئا يذكر حتى الآن أنا لا أقول لم يقدموا شيئا لكن أن الذي قدموه قليل لا يفي لا يفي بالهدف الذي يريده الشعب السوري بالخلاص من هذا الواقع البئيس الذي يواجهه هم يريدون إقصاء الإسلاميين عن الثورة السورية أنا في رأيي هذا أمر صعب عليهم السبب بسيط يا أخي هذا الشعب السوري شعب مسلم والذي يحركه في الثورة هو الإسلام والذي يجعله يصبر على المآسي وعلى التضحيات وعلى الفقر وعلى الجوع وعلى المرض ما هو؟ هو أنه يبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى هذا تصور الشعب السوري الآن إذا كان الشعب السوري هذا تصوره فالغرب لديه طريقة واحدة أن يغير ثقة الشعب السوري في الإسلام هذا هو الحل فإذا استطاع الغرب أن يغير ثقة الشعب السوري بالإسلام يستطيع أن يبعد كل الناس الإسلاميين عن الثورة ولكن أقول على الرغم من أن فصائل الثورة السورية في جلها أو أكثرها أو كلها يعني عذر من دقة التعبير إسلامية لكن مع ذلك تتعامل مع الواقع باعتدال إذا ما استثنينا بعض الناس ما أدري يعني ما دقة الموضوعات التي تنقل عنهم يعني نحن لسنا مدققين في هذا الأمر كثيرا لكن بكل الأحوال بالجملة الثورة الإسلامية في سوريا تمارس إسلاما معتدلاً وحضارياً وتتعامل مع الواقع على نحو جيد ونحو إنساني وكل سلوكيات الثورة تشير إلى أنها ثوراقية دعني أعود إلى ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ ملهم الدروبي أستاذ ملهم كيف ترى تأثيرات التطورات الأخيرة في مصر على الثورة السورية ميدانياً وسياسياً؟ يعني هي ليست شر محض فيها بعض الجوانب التي أثرت سلباً على الثورة السورية من الضغط الشديد على الجالية السورية الموجودة في مصر وما يمارسونه على أبناء الجالية السورية كذلك هناك بعض المؤشرات التي أعطوها لبشار الأسد من إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية بينهم وبين بشار الأسد وبشار الأسد أيضاً هلل وكبر ومدح هذا الانقلاب وأيده وكاد أن يعتبر نصراً له من الجانب الآخر إذا نظرنا إلى ما تبقى من الكأس المليء نقول ربما هذا الانقلاب الذي جرى في مصر يخفف من الاحتقان الظالم ضد الإسلاميين يعني هم كانوا يخافون من امتداد إسلام سياسي من تركيا إلى مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى المغرب وأن يكتمل هذا الامتداد بسوريا فكانوا يعني يماطلون ويمدون في عمر الأزمة في سوريا قد تكون هذا الجانب هذه الجزية إيجابية في صالح الثورة السورية أستاذ ملهم لو سألتك يعني يقولون بأن طبعاً هو الإخوان المسلمون معروفون بأنهم أحد أقوى الفصائل السياسية في المعارضة السورية ويقولون بأن إقصاء الإسلاميين في مصر سيؤدي إلى تقليم أظافر الإخوان في سوريا سياسياً فهل تتفق مع هذا القول وهذا الطرح؟ لا أبداً لا أتفق مع هذا الطرح لأن أخواننا المصريين جزاهم الله خير لما كانوا في الحكم في مصر يعني ما نالنا من خيرهم كثير ما كانوا يمدوننا بالعون الكثير لكن هذا أمر أصبح تاريخاً الإخوان المسلمون في سوريا يستمدون العون رقم واحد من جيوب إخوانهم السوريين رقم اثنين من الشعب السوري رقم الثلاثة الثورة في سوريا ليست ثورة إخوانية الثورة في سوريا ليست ثورة إسلامية الثورة في سوريا هي ثورة وطنية شعبية عارمة الإخوان المسلمون هم جزء من هذا النسيج هم جزء من هذه الفسيفساء السورية الوطنية نعم أستاذ ملهم أتوجه إلى الأستاذ عبد القادر سيد الكريم كيف يمكن للإسلاميين في سوريا أن يستفيدوا من تجربة نظرائهم المصريين باختصار لا بسماحت أنا أقول أن على العلمانيين أن يستفيدوا مما جرى في مصر وعلى الإسلاميين أيضا أن يستفيدوا مما جرى في مصر أن نفكر فيما جرى في مصر أين الخطأ ونعمل على تصريبه وعلى العلمانيين نفكروا أكضا أين خطأ أولئك الذين مارسوا السياسة في مصر أين أخطأوا وأين أصابوا فالتجارب الإنسانية ميدان مفتوح السوريون كلهم مدعوين الاستفادة مما يجري حولهم في هذا المكان أو في ذاك والتاريخ لا يسجل إلا اللحظات التي لا يسجلها بخط من الإيجابية إلا إذا نظرنا بكل التجارب الإنسانية لنا أو علينا وقومناها واعترفنا بأخطائنا بجرأة وصوبناها فنفهم النتيجة نحن بشر نخطأ ونصيب وهل يوجد أحد يمارس الفكر السياسي إسلاميا أو غير إسلاميا يقول أنا لا أخطأ أظن أن هذا لو قاله أحد فهذا الدعاء نعم شارفت الحلقة على النهاية شكرا لك أستاذ عبدالقادر صالح في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفية في الاستوديو الأستاذ عبدالقادر صالح الباحث في الدراسات الإسلامية وعبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ ملهم دروبي الأمين العام للمجلس الوطني السوري ويمكنكم طرح استفساراتكم ومشاركاتكم عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك التي تظهر أمامكم على الشاشة إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة